انطلقت أمس أشغال توسعات وتهيئة مدرج مطار مصطفى بن بولعيد بباتنا حتى يصبح مؤهلا لاستقبال طائرات من الحجم الكبير توجدنا اليوم هنا من أجل إمضاء شهادة ميلاد جديدة لمطار الدولي مصطفى بن بولعيد بعد أن كان موش مؤهل لاستقطاب طائرات من الحجم الكبير قامت مؤسسة سير مصالح مطار قسنطينة بالتعاقد مع الشركة الوطنية كوسيدير للأشغال العمومية وهذا من أجل القيام بأشغال توسع وتهيئة نهاية مدرج المطار المستوى 023 وهذا اللي سامح بالمدرج من الاستقبال واستيعاب الطائرات من الحجم الكبير وعند انتهاء أشغال التوسع ستكون ورحالة حجاج بيت الله هذا العام من ولاية باتنا والولايات المجاورة من مطار مصطفى بن بولعيد يعني احنا بشرنا وطلبنا باش تكون الأمور هذي يتم الانتهاء منها في أقرب الأجال تحسبا للموسم الحج لسماح لحجاج ولاية باتنا والولايات المجاورة باش ينتالقوا من مطار باتنا الدولي وكذلك تحسبا لموسم الاستياف يذكر أن سلطات المملكة العربية السعودية أدرجت رسميا مطار مصطفى بن بولعيد ضمن المطارات الدولية المعنية بنقل حجاج بيت الله ترجمة نانسي قنقر